الكرام إذن حالة التقس ليلة اليوم لجوة رح تكون مستقرة صفية ليلة هادئة على معظم المناطق الغربية حتى بالمناطق الوسطى والمناطق الشرقية للوطن منسبة للمناطق الجنوبية لجوة كذلك رح تكون مستقرة وصفية على العموم مع حركة رياح لن تتعدى سرعتها 40 كم في الساعة على أغلب ولاية الوطن درجات الحرارة المرتقبة ليلة اليوم نسجل حوالي درجتين كأدنى حد على البيض السطيف قسنطينة وبتنا خمس درجات على تيزي وزو تسع درجات على الجزائر العاصمة عشر درجات على وهران ثمان درجات على عنابة وست درجات على تيارة والجلفة بالجنوب حوالي عشر درجات على تين دوف ست درجات على بشار سبع درجات على ورقل وحسيم سعود سجلوا حوالي 14 درجات على إليزي وجانات وتسع درجات على منطقة أدرار وبدءا من يوم غد إيمان رح يكون هناك تسلسل اضطرابات جوية بدءا من يوم غد يعني يومي السبت والأحد رح نشهدوا تسلسل اضطرابات جوية رح تكون ضعيفة النشاط إذن حالة التقس يوم غد الأجواء رح تكون مغشات على المناطق الغربية ثم غائمة خلال الظهيرة مع بعض الأمطار رح تكون أحيانا أرعدية بالنسبة للمناطق المستوى الشرقية يوم غد الأجواء رح تكون مغشات ثم غائمة على الوسط مع بعض الأمطار ليلا ورياحا لن تتعدى سرعتها 40 كم في الساعة على كل الشمال الجزائري بالنسبة للمناطق الجنوبية للوطن يوم غد الأجواء رح تكون غائمة مع بعض الأمطار المتفرقة على أقصى الجنوب نحو مرتفعات الهجار والتسليحات الصحراء الوسطى والجنوب الشرقي لكن رح يبقى التقس مستقر ومشمسة على باقي المناطق الجنوبية مع حركة رياحا لن تتعدى سرعتها 40 كم في الساعة تؤدي إلى تطير للرمال محليا درجات الحرارة المرتقبة يوم غد رح تعرف ارتفاع طفيف سجل حوالي 24 درجة على وهران 22 درجة على الجزائر العاصمة حتى على عنابة وسكيك دات 18 درجة على قسنتينة 16 درجة على باتنات 13 درجة فقط على البيض عامة ومشرية سجل حوالي 26 درجة على منطقة تمن راست حتى عين سالح 30 درجة بمنطقة إيريزي و35 درجة على برج باجي مختار في حين سجل حوالي 36 درجة كأهل مقياس بمنطقة عين جزا أما عن حالة البحر المرتقبة يوم غد البحر بإذن الله رح يكون قليل الإطراب على كل السواحل الغربية والوسطى مع رياح رح تتراوح سرعتها ما بين 30 حتى 50 كم في الساعة بالنسبة للسواحل الشرقية يوم غد البحر رح يكون كذلك قليل الإطراب مع رياح لن تتعدى سرعتها 30 كم في الساعة بالنسبة لاتجاه الأمواج رح يكون شرقي على السواحل الغربية والوسطى والشمال الغربي بالسواحل الشرقية ارتفاع الأمواج يوم غد لن يتعدى المتر الواحد والرؤية رح تكون حسنة هذا على طول الشريط الصحيلي هذا وتتوقع مصالح الأرصاد الجوية قدوم إطراب جوي رح يكون فيه أمطار معتبرة محليا بدءا من الاثنين القادم سيخص معظم المناطق الشوالية للبطل حكم فيه كذلك انخفاض في درجات الحرارة القصوى مشاهدين الكرام كان هذا كل ما لدي لحد الساعة أشكركم على المتابعة عود إليك إيمان